اعتقد الارهابيين الذين كانوا في هذه المنطقة انهم قد اكتشفوا فاطلقوا النار على الرجال الامن قتلوا احد رجال الامن واصيب الاخر ظهروا على اسطح القلعة وبدأوا باطلاق النار على كل من يروا اي مواطن يروا يطلق النار فقتل المواطنين واصيب حوالي 14 واحد من المواطنين خارج القلعة في داخل القلعة كان ايضا مجموعة من السواح لم نشأ ان نذكر ذلك او نتعامل معهم مباشرة حتى لا يعرف هؤلاء المجرمون بوجود هؤلاء السواح المواطن الكندية كانت موجودة وكان معها ابنها للأسف اطلق النار عليها وقتلت وابنها اصيب في كتفه والان هو اسعب الى المدينة الطبية موجودة في مدينة الحسين الطبية كان في بعض الاجانب لم نقول انهم هذا الاشي ممكن ينشد الشعيع كيف ممكن تتعاملوا في رقم للمعلمات لاحظ وصدفة انا كنت في مجلس النواب اتحركت الى مكتبي ومشؤولين بصرحوا وهم ليس لهم علاقة هناك تظهروا في المعلومات ولكن انت ذكرت ان الافراد الموجودين داخل القلعة عشر اثنين انجليس واحد ماليزي واثنين كنديين والاربعة تسعة كانوا يعتقد انه في واحد او لا فكان العدد التقريب الموجودين داخل القلعة كيف تقيم وهذا الصحيح لكن لم يقل المجرمين كانوا عشر واحد بصور وبطلع وبصير يحكي من عنده وتأخذ على انها تصريح نحن نقف ونحارب الارهاب بصرف النظر عن منابعه وعن اهدافه وعن مراميه وايا كانت الطريقة والشكل الذي يتخذ احنا لو لدينا خلايا نائمة قبل هذا الحدث لن نتركهم اذا تبين من خلال هذه المعلومات التي الان نقوم بها لن نتهاون في موضوع اتخاذ اجراء القانون بحق اي من تخول له نفسه مس امن هذا الوطن ومواطني اعتقد انتم لا تأخذون هذه المعلومات باستهداف الكرك انا باعتقد على ضوء ما وجد من كميات من المتفجرات والاسلحة ان الموضوع ليس الكرك فقط هذا اجتهاد وليس لحد الان لم تتضع كافة المعلومات لكن لما يكون في احزي مناسفة خمسة ستة او في اسلحة لشنات ومخازن وتبجير وقنابل انا ما اعتقد ان الهدف بس قلعة الكرك قد يكون اكثر لكن ربنا سبحانه وتعالى مكننا من اكتشاف هذه الخلية قبل اي اجراء اخر اشتركوا في القناة